وننتقل إلى منطقة أخرى حيث أعلن الجيش الوطني فرض سيطرته على آخر قمة في سلسلة جبال المنصاعة السراتيجية والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوحة بمديرة نهم شرق صنعاء وقال مظهر عسكري أن التقدم المحرز جاء عقب معارك ضارية مع ميليشي القوتين الانقلابية أمس للاثنين وتمكن الجيش عقبها من تحرير المواقع التي كان يتمركز فيها الانقلابيون وفي السياق شنال الجيش الوطني قصفا مدفعيا سهدف تعزيزات للميليشي الانقلابية في منطقة المجاوحة كان في طريقها لتعزيز مواقع الانقلابيين في مناطق المواجهات وأصفر القصف وفقا للمصدر عن تدمير عدد من العربات ومقتل وإصابة جميع من كانوا على متنها من عناصر الميليشي الخوثية المزيد من التفاصيل حول تطورات العسكرية الجارية في السلسلة الجبلية في منطقة نهم بمحافظة صنعاء ينضم معنا عبر الهاتف السيد صالح القطيبي نائب المركز الإعلامي للقوات المسلحة أهلا وسهلا بك سيد صالح أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا فيك سيد صالح إذن ما هي المعلومات المتوفرة حاليا حول قيام قوات الجيش الوطني في تحرير آخر قمة في سلسلة الجبال التي تقدم إليها حاليا نعم بعد معارك استمقت ليومين وثالثين صباح عبطال الجيش الوطني بتحرير آخر قبة في سلسلة جبال المصاع الاستراتيجية في ميزة الجبهة نه آآ يوم أن وما زالت حتى هذه اللحظة هناك اشتباكات تدور حاليا وكما وصلنا قبل بليل تقامة نتعية الجيش الوطني باستهداث طرق محمد بلاد سحة في وادي محلي من ما أتى إلى تدميره ومن كانوا على مسنه جميعا وما زالت الاشتباكات حتى هذه اللحظة ويقوم الطالج الجيش الوطني اليوم بالتمركز وتثبيت المواقع التي تم تحريرها يوم أن واستخراج الكرنية هائلة من الأرغام التي زرعت الميليشيات محاولة من تقدموا أبطال الجيش الوطني طيب ما الذي يعني سيطرات قوات الجيش الوطني على آخر تبه في جبال المنصاع؟ هذا يعني انتقال المعركة إلى منطقة المجاوحة القريبا للخط الاسلذي الذي يمر من مركز مديرية المديد وهو يعتبر الشريان الوحيد الذي يمر منه الإمداد من الميليشيات المتواجدة في المثون والبياض وبني بارك وبالتالي فالسيطرة الناديا على أكثر من 2 كيلو تتمركز في الميليشيات بعد السيطرة على آخر تبه في جلسلة جبال المنصاع والأسباب المجاوحة لها تم استعادة أمس تم استعادة عذب من الأسلحة والدخائف التي كانت تحوزة الميليشيات بعدها المثبت في اتجاه المركز المديرية وبالتالي بعد أن تمكن أبطال الجيش الوطني من السيطرة على هذه الأسباب وهذه المواقع الستراتيجية يصل على الجيش الوطني الانتقال المعركة إلى أرض أقل وعورة إذا مظهرنا بالمعاركة التي دارت اليومين الماضيين إذن المقدم صالح القطيب نائب رئيس المركز الإعلامي للقوات المسلحة شكرا جزيلا لك